اللهم وارزقنا زيارةً قريبةً للمسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم واحفظ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خاصة وجميع بلاد المسلمين عام يا رب العالمين اللهم وجعلنا من الذاكري إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا اللهم ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأدخلنا وأدخلنا الفردوس يا رب العالمين يا ودود يا وفور يا لطيف يا جبار يا متكبت يا قدوس يا ملك يا الله يا الله يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا اللهم بفضلك عن من سواك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لمن حضر هذه الختمة أو سمعها أو أمن على دعائها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا مولانا اللهم اغفر لوالدين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربهنا صغارا اللهم من أبقيته منهم حيا فأغفل عمره على طاعتك ومن تغفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر عنا البلاء وحفظنا من الوباء وأكرمنا بالدواء وقنا شر كل داء يا رب الأرض والسماء اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الحرام وللكعبة المشرفة اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد النبوي وللسلام على النبي الحبيب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم واحفظ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خاصة وجميع بلاد المسلمين عام يا رب العالمين اللهم وجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين الصائمين القائمين القانتين المنفقين المتصدقين المحسنين المحسنين يا رب العالمين اللهم وجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين يا رب العالمين إلهنا وخانقنا ومولانا يا رب العالمين 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 يا الله يا من قلت وقولك الحق ودعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة فلا تردنا خائفين يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك وأنعمل سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالكتشب الأحزار بالكتشب الأحزار مجنون بالكتشب الأحزار تنصات الحمد لله الحمد لله حمداً يليك بجلال الله وعظيم سلطان الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل في هذه الليلة المباركة ليلة السابع وعشرين الحمد لله قرأنا المصحف كاملاً من بدايته إلى نهايته بفضل الله وإحسانه وتوفيقه اللهم لك الحمد إن أصبنا فمن الله وحده ومن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان الحمد لله أسأل الله أن يجعلكم شاهدين لي لا علي اللهم آمين كل من حضر هذه التلاوة بدايتها إلى نهايتها وكل من حضر ختمتها أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهداء وأن يجعل عملنا في رضا اللهم آمين بإذن الله تعالى نلقاكم غداً على خير في نفس الوقت الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبإذن الله يكون بثاً طيباً مباركاً فيه من الاستضافات الطيبة إن شاء الله نستضيف الإخوة الأحبة إن شاء الله غداً وبعد غداً بإذن الله تعالى أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يجعلنا من أهل القرآن ويجعلنا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات اللهم آمين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودارعه حفظنا الله وإياكم ولا تنسونا من دعالكم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته